هذا هو أكبر مستشفى في موريتانيا الأطباء ليسوا في مواقع تعود عليهم فيها المرضى مكاتب الاستشارة الطبية وقرف العمليات والعلاج والعناية تجمعوا في وقفة جديدة ضمن خطوات لتصعيد الإضراب المستمر منذ خمسة أسابيع احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب تحسين ظروفهم المعيشية وبئة العمل طبيب موريتاني في وضعية مزرية من ناحية الروات ومن ناحية جميع العلاوات الوزارة لم تقدم أي حلول كل ما تقدمه هو طلب رفع الإضراب من أجل الدخول في الحوار هذا الشيء رفضه الطبيب موريتاني جملة وتفصيله نقابتا الأطباء العامين والأخصائيين أمالتا سلطات الصحية فرصة للتراجع عن فصل أحد قادة الإضراب وقررتا وقف التعاون مع المستشفى العسكري والاستقالة الجماعية لرؤساء الأقسام في المستشفيات العامة دولتنا لجأت للتصعيد من جديد والترهيب والترغيب وفصل رؤساء المصالح وهو ما ردت عليه نقابتنا ببرنامج جديد من التصعيد لكن قرر تركيز الحالات المستعجلة في مستشفى واحد وبشكل دوري يدفع ثمنه مرضى بسطة ينتظرون ساعات طويلة قبل معاينتهم أتردد هنا معي طفلة المريضة وحالتها صعبة بصعوبة قابلت طبيبا أعطاها أدوية وأمر بتحاليل وهو ما لم يتم لا أحد يجيب أو يعمل هنا وأنهكن الانتظار الإضراب الذي يرتفع نسكه تدريجيا يشل من وقت لآخر العمل في المستشفيات العامة والخاصة ويفاقم معاناة المرضى والأزمة مع الحكومة ويحمل طباء موريتانيا السلطات المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن تبعات إضراب يقولون إنه مشروع وفق قوانين والنظم المعمول بها في البلاد خليل الجدود العربية نواج